طيب نحله ازاي يا هايدي من وجهة نظرك يعني فكرة انك لما احيانا بتطلعي عن شعورك احيانا بتطلعي عن شعورك وبعدين انت تبتدي السايكل بقى اللي انت قلت عليها دي تدخلي انت في تقنيب الدمير والجلد وتبتدي تقنبي نفسك انهما حقيقي ما لهمش اي زنب في ان انا طلعت فيهم هما يعني سايكل كده نحاول نطلع منها ازاي ونطلعهم من حساباتنا ازاي واحنا متضايقين اقولك حاجة يا رانيا كتير امهات تيجي تقولي بوسي هايدي شوفيلك حل في ابني مغلبني تعبني مطلع عيني ما بيسمعش الكلام الحقيقة انا مش اول حاجة بقوم جايبة طفلهم اعداء قدامي انا بتكلم عن هنا 13 14 16 سنة مش بقعدوا هو انا بعمل حواري مع الام ليه لانه كتير نتيجة الضغط اللي احنا مش عارفين نتعامل معاه ولادنا بيتئزوا وبيوصل الموضوع للصدام وعدم تجاوب فلو سؤالك انا عايزة اتجاوب عنه وبقلب صادق ايوه طبعا ونفسي ان كل حد فعلا هنا يسمع ده انه احنا البداية مش ولادنا البداية ان احنا نعرف نتصالح مع نفسنا نحب حالنا احنا ساعات مش بنحب نفسنا ايوه بنحط الحب ساعات بشروط خصوصا لو انا تربيت عالطريقة دي اعمل كذا علشان احبك انجح علشان تبقى مميز علشان ما يقولوش عليا معرفتش اربي علشان منظري قدام ابوك شوية حاجات كده الولاي ملهاش علاقة بيها هي علاقتها بي انا ايوه لما نيجي نتكلم عن الضغط او انا مش عارفة اتعامل معاه في طرق مختلفة منها ان انا ساعات بحتاج علاج نفسي حسب الضغط حسب كميته حسب قد ايه تأثيره ايوه قد ايه عميق ايوه اتعامل مع فقد او تروما او ازمات انا عدت فيها ايوه وبتأثر علي خصوصا لو الازمات دي مستمرة صحيح عندي وعن مشكلة مستمرة وبقضي فيها ايام كتير من حياتي صح في حاجات لي علاقة بي ازاي اتعامل مع الضغط زي ان اتنفس اتنفس عميق اخد نفس واساعد نفسي اني اهدى واعلم التكنيك ده كمان لامني احيانا ان احنا ما نتنقش وقت الغضب عارفة وقت الغضب ايه اللي بيحصل احنا بنقرر نتدخل زي طفاية الحريق نحل الازمة واقول المبادئ انا قلتلك مفيش تليفون اكتر من ساعتين في اليوم بسعه وادخل بقى انا كاني المنقذ في القصة اللي بيحصل صدام وعناد ده معناه ايه معناه انه مخنا كانه في ادينا ده فصل مخ الخلفي المسؤول عن الزكريات والمشاعر والحاجات اللي اتخزنت في اللاوعي ده فصل مخ اللي قدام المسؤول عن القرارات والوعي والادراك وهنعمل ايه ونفكر بالقواعد والقواعد بنحطها ازاي ميش وقت الانفعال والضغط والغضب عارفة ايه اللي بيحصل ايه مخنا كأنه نقش في وعي بيفليب اه درجة الوعي بتقل تماما اللي بيتصرف في الموقف الليها وعي فابدأ اقول كلام زي ما كانت امي بتقوله او احكي مواقف بالطريقة اللي كنت انا بعيشها او انا طفلة او اخذ ردود افعال عنيفة لاني انا خايفة خايفة على سلطتي او اني افقد هبتي مع ولادي او امور ما اتخزنت في اللوعي صح طيب ايه اللي محتاجين نعمله ان احنا نهدى فنبدأ نغير من طريقة تفكرنا نفس النموذج ده على ولادنا فتخالي لو انا كده وابني كده وعمالي زعق وعصبي اللي هيحصل في الموقف ايه تصادم رهيب تصدام رهيب طبعا والخناقة اللي ممكن تحصل وتنتهي في نص ساعة طبعا وكده على ثلاث ساعات طبعا واحيانا الولد ما بيردش وبيكتم في نفسه وبيخزن الكلام الوحش اللي بنقوله واحيانا بنزعل بعد كده من نفسنا واوقات نقول كلام احنا مش قصدنا خالص المعنى الوحش ده لان احنا ما فيش ام عايزة تأذي ابنها او بنتها بس ممكن عفا قويا كده انا زهقت مثلا انا زهقت دي ليها كذا معنى يعني انا زهقت منك ولا انا زهقت من الموقف ولا انا زهقت من ايه هو هيترجمها ازاي هو هيفكر فيها بعد كده ازاي هي دي المشكلة اللي احيانا بنقول كلامه احنا متعصبين وساعت حاست ان انا بلغت او الموقف ما كانش يستحق الكل ده وده لاني بقى عندي التراوماز اللي انتي كنت بتقولي عليها دلوقتي ايا ما كانت انا بقى بمر بايه او مريت بايه انا بقى محتاجة مساعدة دي حاجة تخصيني انا كامة او كاب صح والشماعة اللي احنا بنحط عليها اصله هو عصبني اصله هو دايقني اصله عارف انه ده غلط واصد ان هو يعمله ايوه لا على فكرة هو انتي لو توقعاتك وده واحد من المبادئ اللي موجودة هنا ايوه توقعات المعقولة المناسبة اه لو توقعاتك انه الطفل مش هيغلط او هيعيد الغلط لا طبعا دي مشكلتك انتي طبعا يعني دي مشكلتنا كأومة